ألفت فاجعة العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها بمطرح النفايات المتواجد بغرب مدينة سطات في دروف وصفت بالغامضة حالة من الاستنفار بين مختلف الأجهزة الأمنية بالمدينة فيما عمّت موجة استنكار وتدمر بين صفوف العديد من المتتبعين للشأن المحلي المطالبين بتشديد العقوبة والضرب يد من حديد على أيدي هؤلاء من مقترفي هذه الجرائم اللا إنسانية التي تسائل ضمير كل من يدافع عن سياسة التحرر وتشجيع العلاقات الغير الشرعية خارج إطار بيت الزوجية فاجعة اليوم المؤلمة والمقززة شكلت موضوع بحث وتحقيق من قبل عناصر الأمن الولائي بمدينة سطات التي انتقلت إلى عين المكان بتعليمات من النيابة العامة المختصة وما إن قامت حملة تمشيت هناك بحثا عن دلائل واقراء لفك تفاصيل هذه الجريمة النكراء حتى أشرفت على جثة الرضيع سوب مستوضع الأموات بالمركز الاستشفاء الحسن الثاني بستات ظاهرة تخلي عن الردة حديث الولادة بالشوارع وبمطارح النفايات هي ظاهرة غريبة وبعد كل البعد عن قيمنا وأخلاقنا الإسلامية لكنها باتت تلقى بضلالها المخيفة بالعديد من المدن ضحاياها مخلوقات آدمية منها من كتب لهم عمر جديد وتم إنقاذهم وإيوائهم بمراكز الرعاية ومنهم من لقوا حتفهم لأسباب متعددة إما داخلها حاوية من حاويات النفايات أو بالشارع العام أو نهشا بالكلاب ظاهرة خطيرة أدحت تأخذ طريقها نحو الاتساع في زمن ما بات يصطلح عليه أو يصطلح عليه بالأم العازبة في إشارة واضحة لنسج العلاقات الجنسية الغير الشرعية التي زادت من حدتها وتطورها مهزلت الأفلام المدبلجة القادمة التي هدمت القيم وخربت البيوت وشتتت الأسر وعرضت مختلف مكوناتها للتشرد والضياع ترجمة نانسي قنقر